اشتركوا في القناة المنشآت النفطية ولا خطة بالكامل لحماية الفقول النفطية ومنفطية حرس المنشآت النفطية الليبية يؤكد للعربية أن عناصره جاهزون لحماية الفقول وفق خطة شاملة ومن مواضعنا الأخرى في نشرة المساء صنامي كورونا يشتاح أوروبا مدن كبرى تعود لحضر تجول وألمانيا تقر بوضع شديد الخطورة وفي ثاني مناظرتهما بايدن يسعى لأداء يحكس تقدمه وترامب يخطط لقلبي مسار السباق أهلا بكم انذار بحري تركيا له انذار مماثل من اليونان في تلك الساحة الملتهبة شرق المتوسط تركيا التي يغلب على خطابها التناقض كانت مددت مهمة سفينة التنقيب في المنطقة بينما عارض وزير دفاعها الحوار لكن أثناء لم تنتظر وعززت وجودها البحري العسكري في المنطقة ليقع احتكاك بين أحدى هذه القطع وسفينة التنقيب التركية أورو تشريس وهو سبب آخر يضاف لعشرات غيره تجبر جميعها القمة الأوروبية القادمة في ديسمبر على اتخاذ موقف حازم من أنقرة إذن في التفاصيل مددت تركيا بقاء سفينتها أورو تشريس في منطقة شرق المتوسط وسفينتين أخرين حتى السابع والعشرين من أكتوبر الجاري الخطوة تعد بحسب مراقبين تصعيدا جديدا في منطقة المتنازع عليها الشرق المتوسط إذ كان من المقرر أن تعمل سفن الثلاث حتى اليوم وكان الاتحاد الأوروبي حذر من فرض عقوبات على تركيا بمطالبة من قبرص فيما تواصل تركيا الإصرار على أن عملياتها تجري داخل الجرف القري التابع لها هذا وأكدت أثنى التقارير التي تحدثت عن وقوع احتكاك بين فرقاطة يونانية وأورو تشريس قبال جزيرة كاستيلوريزو وقالت إن الفرقاطة منعت سفينة التنقيب التركية من الاقتراب من سواحل الجزيرة أظهرت صور للحادث سفينة حربية يونانية وأورو تشريس تبحيران على مسافة قريبة لم يتم التأكد من صحتها حتى اللحظة ووضعت اليونان سفونها الحربية في جنوب شرق بحر إيجا في حالة تأهب على خلفية قرار تركيا تمديد فترة أعمال التنقيب في المنطقة في الأثناء شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستوتنبرغ على ضرورة حل أزمة شرق المتوسط من خلال القانون الدولي وأوضح ستوتنبرغ في تصريحات صحفية اليوم أن أعضاء الحلف يرحبون بآلية تفادي الصدام بين اليونان وتركيا في المتوسط على كل المناقشة هذه التطورات في المتوسط من لارينكاين عبر سكايب ننضم إلينا الصحفية فيوليت غزال بلعة أهلا بك سيدة فيوليت معنا في نشرة المساء هذا الاحتكاك المباشر غير المسبوق الذي حصل اليوم في المتوسط بين السفينة التركية والفرقاطة اليونانية إلى مدى ينذر بتصاعد الأزمة في المتوسط صحيح ليست المرة الأولى التي يحصد فيها احتكاك في منتصف آب الماضي حصل أيضا احتكاك وكان هناك خشية من اندلاع شرارة لمعركة لن نقول حرب في المنطقة وهذا ما كانت تخشاه اليونان وكبرص والاتحاد الأوروبي ولذا قامت الوسطات والتي سارعت ألمانيا إلى تطويق مفاعل أي احتكاك عسكري في مياه شرق المتوسط ولكن الاستبدالات التركية تتوسع تباعا اليوم صدر أنتي نافتكس يوناني مقابل النافتكس التركي تركيا تريد أن تكون ذاهبة إلى تفاوض على طاولة الحوار وهي متسلحة بموقف قوي لديها أوراق تفاوض عليها لديها تهديد ربما تكون في موقع يهدد أمن المنطقة حتى تكون قادرة على الحصول على مكاسب أكبر وهذا لن يجد الاحتكاك سيضر بالجميع ولا نعلم إذا كانت الشرارة اليوم اندلعت قد تؤدي إلى ما يشبه الحرب نعلم أن تركيا محاطة بدول المنطقة وهم غير جيران غير ودودين إذا أردنا نقول وضعت نفسها في عزلة عن جيرانها وهي تستعدي الجميع وتتدخل في شؤون الجميع ولا تريد من الجميع إلا أن يلب لها مطالبها التي تكون غير منطقية وغير مقبولة يبدو أن الرئيس أبدو درانف فقد توازنه وبات يلعب بسياسته الخارجية بالنار إلى حد يهدد أمن المنطقة وهذا قد يتوجب عليه موقف أوروبي متشدد أكثر بعد الموقف الألماني اليوم الذي فيه نوع من التهديد لتركيا لما قال وزير الخارجية إذا كانت تركيا ترغب في تحديد الاتحاد الجمهوري عليها أن توقف الأنشطة غير القانونية ضد قبرص واليونان وهذا موقف متقدم لألمانيا قد يستتبع بدغوط من قبرص واليونان بموقف أكبر قد يخلص إلى فرض عقوبات على تركيا هذا الاحتكاك المباشر اليوم بين تركيا واليونان دفع بأثينا إلى تعزيز تواجدها العسكري شرق المتوسط إلى أي مدى هذا ينذر بمواجهة عسكرية مباشرة بين الطرفين أم أن هذا مستبعد وكل ما تريد تركيا هو تحقيق مكاسب على طاولة المفاوضات بحسب التطورات نرى أن تركيا غير قادرة على الدخول في حرب أولا هي لديها اقتصاد منهك الليرة تتهاوى التضخم يرتفع والمطالة ترتفع فإذن لديها معارضة حتى سياسية من الداخل مع سياستها القمعية لحرية التعبير وكم الأفواه فإذن هي وتمضي تصرف في إنفاقها العسكري وهذا ما لا تستطيع تحمله إلى ما لا نهاية يعني نرى رأينا الرئيس البيغان ذهب إلى قطر من أجل الحصول على أموال ولكن إلى أي مدى هو قادر على خوط حرب يواجه فيها دول منتدى غاز شرق المتوسط هل يستطيع أن يواجه إسرائيل ومصر واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن مجتمعين يعني هذا ضرب من الخيال إذا لم نكن نقول أن المواجهة ستتحول بين تركيا والاتحاد الأوروبي وأيضا أمريكا عاتب على تركيا لاختبارها منظومة S400 وهناك توقع بفرض عقوبات أمريكية لأنشطة غير قانونية لتركيا فإذا الحرب العسكرية مستبعدة اليوم ولكن التوتر قائم وسيدوم من أجل أن تمضي تركيا في تعزيز موقعها التفاودي وهي عطول دائما تدعو إلى حوار كما قال اليوم وزير الدفاع دعا اليونان إلى حوار تحت مظلة القانون الدولي ولكن في المقابل الاستفزازات التركية والتوسع والاعتداء على السيادة المائية لكبرس واليونان غير مقبولة في العرف الدولي لا تستطيع أيضا أن تقبل تحت التهديد أن تجلز إلى طاولة الحوار نعم شكرا جزيلا حدثتنا من الأرناك عبر سكايب صحفية شكرا جزيلا لك في ملف الصراع في نغورنو كرباخ قال وزير الدفاع التركي خالوسي أكار إن بلاده تجدد دعمها لأذربيجان في القتال حتى النهاية ضد القوات الأرمينية تأتي هذه التصريحات في ظل الهدنة الهشة لوقف اطلق النار في الإقليم ستترك أرمينيا الأراضي الأذرية التي احتلتها وستعيد المرتزقة الذين جلبوهم إلى المنطقة سيرسلون الإرهابيين من المنطقة وستنتهي هذه القضية الأمر بهذه البساطة ستواصل أذربيجان معركتها في هذا الشأن وبصفتها الجمهورية التركية والأمة التركية قلنا على جميع المستويات بدءا من رئيسنا إننا نقف مع أذربيجان في كل فرصة متاحة لنا وندعم أذربيجان في حربها حتى النهاية أما آخر حصيل الاستراع فعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي أشار لسقوط خمسة آلاف قتيل على الأقل هذا ونشر الجيش الأذربيجاني مقاطع مصورة قال إنها لسيطرته على عدد من المعدات العسكرية للجيش الأرميني في نغورنو كرباخ موسيقى ترجمة نانسي قنقر هذا ودعت الخارجية الأرمينية أذربيجان ودعمتها تركيا إلى عدم تقويض جهود المجتمع الدولي لإرسائي وقف لإطلاق النار وتثبيت الهدنة كما دعت أذربيجان وتركيا للكف عن سياسة إلقاء اللوم على الآخرين وأكدت الخارجية الأرمينية أن نزاع كرباخ يمكن حله سلميا في إطار الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ونارمينيا تؤيد باستمرار التنفيذ غير المشروط لاتفاقي وقف الأعمال العدائية لذين تم توصل إليه ما في العاشر والسابع عشر من أكتوبر الجاري وضمن خطواتها للراد على أنقر اقترح تارمينيا على مجلس اللجنة الاقتصادية الأوراسية استبعاد تركيا من القائمة التي تستخدم نظام التسهيلات الجمهوركية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمنح معاهدة الاقتصاد هذه الدول العضاء في الاتحاد تسهيلات في مجال التعروف الجمهوركية وفي حال تنفيذ المقترح الأرميني فقد يشكل ذلك ضربة ثانية للشركات التركية التي تعتمد على التصدير في ظل المقاطعة الشعبية لمنتجات تركية في المنطقة اعترف رئيس مجلس المصدرين الأتراك اسماعي القل أن المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية من بين أهم المشاكل المؤثرة في اقتصادهم وتجارتهم هذا العام وبحسب ما نقلت عنه وكالة الأنادول التركية أكد قل أن السعودية تعتبر من أهم الأسواق العالمية لصادرات بلاده بالتوازي مع هذا التصريح تستمر حملة المقاطعة الشعبية في السعودية بواترة أعلى عيث قامت متاجر كبرى بإزالة منتجات تركية مختلفة من المعلبات إلى القهوة والأجبان من رفوفها واستبدلتها بمنتجات من دول أخرى أبرزها مصر اشتركوا في القناة نناقش الموضوع ينضم إلينا من الدمام عبر اسكايب الكاذب الاقتصادي عبد العزيز المقبل سيد عبد العزيز أهلا بكم معنا في العربية لو نتحدث أولا عن حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا حتى نفهم مدى التأثير على الاقتصاد التركي من قبل هذه المقاطعة بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة لربما حصر هذه المقاطعة فقط في التبادل التجاري يعني أن هناك ميزان تجاري في الدورة الاقتصادية ولكن طبعا ما تقدر هيئة الحصاء السعودية هو 23 مليار دولار هو الميزان التجاري بين الدولتين الأغلبية منها هي للصادرات السعودية إلى تركيا وليست العكس هذا من ناحية الفارق يصل تقريبا إلى الخمس لصالح السعودية ولكن علينا أن نفهم بشكل أكبر الهيكلية الاقتصادية للاقتصاد التركي وهو ما يجعل من هذه المعادلة مختلفة بمعنى أن تركيا وبواقع ما يسمى الديون قصيرة الأجل التي ألزمت بها نفسها هي بحاجة إلى هذا التدفق أكثر من حاجة المملكة العربية السعودية أو أي من دول الخليج والدول العربية لهذا التدفق فما نسميه العجز في الحساب الجاري التركي بحاجة إلى هذه التدفقات بشكل أكبر خصوصا أنها تحصل على العملة السعودية التي هي مقيمة بالدولار الأمريكي وفي هذه الأوقات تحديدا تركيا في أمس الحاجة إلى الدولار الأمريكي ومن خلال ما نراه أيضا من خروج الاستثمارات المتواجدة في تركيا فإن هذه المقاطعة تذهب أبعد إلى ما هو الميزان التجاري بل إلى البنية الاقتصادية التركية سواء في الميزان للديون قصيرة الأجل وليست الديون السيادية ولكن ديون قصيرة الأجل وأيضا نذهب إلى ما نسميه تصدير الخدمات التي لا تبدو تركيا قادرة على تحسينها في أزمة كورونا وحتى خلال السنتين الماضية طيب في ظل المقاطعة للمنتجات التركية هل لدى السعودية بدائل من أسواق تجارية أخرى ولا أي مدى هذه الأسواق هي تنافسية بحيث تمكن السعودية من أسد الفراغ سؤال مهم جدا جميع ما تستورده المملكة العربية السعودية من تركيا هي سلع عامة وليست مخصصة بمعنى أنها سلع تنافسية يتنافس عليها موردون كثر وليست سلع اعتمادية كما اعتمادها مثلا على تقنيات معقدة أو أجهزة طبية معقدة أو خلاف ذلك ومجمل الغالبية العظمى مما تستورده المملكة العربية السعودية من تركيا من السهل جدا الحصول عليه من مصادر أخرى بل وفي ظل ارتفاع سعر اليورو خلال الشهرين الماضية فإن هناك فائدة كبرى بالتوجه إلى مصادر أخرى غير تركيا طيب ماذا عن الخطوات المقاربة التي اتخذتها دول أخرى غير السعودية كالأردن والمغرب ولا إي ماذا هي مؤثرة على الاقتصاد التركي في ظل العز الاقتصادي وتراجع الليرة التركية الذي شهدته الفترة الماضية يظل طبعا السوق السعودي هو الأقوى في المنطقة في الشرق الأوسط عموما ولذلك فقدان هذا الثقل الكبير سيشكل الثقل على الاقتصاد التركي ولكن إضافة أيضا أسواق ذات شعبية وتعدد سكاني كبير سيؤثر حتما في كيف سيتم تعويض هذا الميزان خصوصا أن تركيا أدخلت نفسها في نفق خلافات كبيرة تجاريا مع الاتحاد الأوروبي وتحديدا ألمانيا وغير قادرة على سد هذه الفجوة سيضاعف من هذه الأزمات دخول دول أخرى على الخط حتى وإن لم تكن بذات الكم الاقتصادي الكبير كما للمملكة العربية السعودية شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات من الدم محدثا عبر سكايب القادة الكاتب الاقتصادي عبد العزيز المقبل شكرا جزيلا لك نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل ألمانيا ترحب بنجاح المحادثات الليبية في جناف والاتحاد الأوروبي يستعد لتعيين مبعوث لليبيا أهلا بكم من جديد إلى الملف الليبي حيث وفاد رئيس الجهاز حرس المشاة النفطية في ليبيا اللواء ناجي المغربي في تصريحات خاصة للعربية بأن عناصر الجهاز يقومون بتأمين جميع الموانا والمشاة النفطية في البيئات طبعا حرس المشاة النفطية وضع خطة بالكامل لحماية الحقود النفطية ومنفطية معتمدة من قبل سيد القائل العام نحن حرس مشاة النفطية يتعطيها للعامة جميع الحقود والمواني النفطية مؤمنة تأمين كامل حسب الخطة الموضوع إلينا والنفت هذه الخطة بالتعاون مع جميع الشركات في تأمين العامل والحماية لجميع المشاة المسخدرين في هذه الشركات هذا ورحبت برلين بنجاح بدء محادثات لجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 زائد 5 في جنيف اعتبرت الخارجية العلمانية أن المحادثات خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح دعاية الأطراف كافة لاستغلال المناخ البناء لوقف النار التفاهمات التي توصلت إليها مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية في جنيف حول إجراءات بناء الثقة في الميدان فتحت أمام الجانبين مجال الخوض في القضايا المتصلة بأفق وقف إطلاق النار وتثير أيضا تفاؤلا في صفوف الأوساط الدبلوماسية نرحب باستئناف مفاوضات مجموعة 5 زائد 5 تحت إشراف الأمم المتحدة ونأمل أن يستغل العسكريون من الجانبين هذه الفرصة من أجل الانتقال بالهدنة الحالية إلى اتفاق وقف تام ومستدام لإطلاق النار مفاوضات الجولة الرابعة تتركز حول الوضع الأمني في المنطقة الوسطى الجانبين يبحثان اقتراحات إقامة مناطق منزوعة السلاح وآليات مراقبة خط التماس سيرت الجفرة الجانبين اتفقوا أيضا على دعم ومواصلة التهدئة القائمة في خطوط الجبهات وتفادي أي تصعيد عسكري إجراءات بناء الثقة والسعي إلى ترجمة الهدنة إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا واستئناف نشاط القطاع النفطي والتحذير لمؤتمر الحوار السياسي قد تتحول دفعة واحدة إلى اختراق سياسي نوعي مؤشرات إيجابية عدة توحي بأن سيناريو سورنت الوضع في ليبيا مستبعد الآن حيث تراجع تدفق المقاتلين الأجانب وينفذ حضر توريد الأسلحة تحت إشراف الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير ولربما بلغ الوضع درجة النج وقد حان الوقت لكي تطلع دول جوار ليبيا بدورها الآن لأنها معنية مباشرة بما يجري في ليبيا أي تقدم تحرزه اللجنة العسكرية هذه الأيام سيساعد مؤتمر الحوار السياسي الليبي الذي تحتضنه تونس في التاسع من الشهر المقبل مؤتمر قد يكون منطلق مسار الحل السياسي الشامل والذي قد يكون بدوره في حاجة لمراقبين محايدين أكد رئيس تونسي قيس سعيد خلال لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي جون إيفرالدريون في العاصمة تونس أكد رفض بلاده القاطع لتقسيم ليبيا مشددا على ضرورة أن يتولى الليبيون فقط حل مشكلة بلادهم والتي لابد أن تعبر عن إرادة الشعب بحسب قوله كما شار قيس سعيد خلال اللقاء إلى أن زيادة الدخولات الخارجية في ليبيا ستعقد الوضع أكتر مرة أخرى يوجه فيروس كورونا ضربات موجعة للقارة الأوروبية إصابات قياسية في أكثر من دولة أوروبية عودة للإغلاقات كما في أرلندا وإلى حضر التجول كما في فرنسا حيث امتدت مظلته لتغطي 46 مليون تطورات دفعت الصحة العالمية للتحذير من عودة أوروبا لكي تكون البؤرة الأساسية للجائحة متابع أوروبا ترزح تحت وطأة الضربة الأقوى لكورونا منذ ظهوره ضربة أطلق عليها خبراء منظمة الصحة العالمية القفزة الثالثة للفيروس بانتقاله من الصين مطلع العام إلى القارة العجوز ثم إلى أمريكا وعودته الآن بقوة إلى أوروبا التي تحطمت أرقامها القياسية من حيث الإصابات بأرقام جديدة قد تعيدها إلى معاناة فصل الربيع جراء كورونا ارتفعت نسبة الإصابات في الدول الأوروبية منذ مطلع الشهر الجاري إلى 35% وخلال الأيام السبعة الأخيرة فقط سجلت زيادة في الإصابات زادت على 700 ألف فركزت معظمها في فرنسا وروسيا وإيطاليا وتشيكيا وهولندا هذا المسار التصعدي يضاعف القلق العالمي لا سيما قبل حلول فصل الشتاء نحن أمام ارتفاع متسارع في الإصابات والوفيات وما زلنا على بعد شهرين من فصل الشتاء الذي يشهد عادة ارتفاعا كبيرا في الضغط على المؤسسات الصحية في محاولة كبح عداد الإصابات يعود الإغلاق إلى الطاولة الأوروبية كتوجه ملزم ستبدأ الدول بتطبيقه تباعا على ما يبدو إرلندا أعادت فرض الإغلاق التام ودخل التدابير جديد أيضا حيز التنفيذ في بلجيكا وسلوبينيا وإيطاليا من بينها حظر التجوال الجزئي إجراء سبقتهم إليه فرنسا بفرضه في تسع مدن من بينها باريس حنين الشولي العربية نناقش الموضوع ينضم إلينا من باريس دكتور واحد أحمد خصائي أمراض صدرية دكتور واحد أهلا بكم معنا على العربية بدنا نتحدث اليوم عن تجاوز إجمالي الإصابات في بلد واحد وهو إسبانيا مليون إصابة عادة عن دول أوروبية أخرى كيف يمكن تفسير هذه العودة القوية لتفشي فيروس كورونا في أوروبا من جديد؟ مساء الخير يعني الشعب وخروجه من الوباء الأول والعزلة الأولى انطلق للأسف بحرية تامة ولم يراعي تماما سبل الوقاية التي نتكلم عنها دوما من غسل اليدين والتباعد الشخصي ولبس الكمامة وبالتالي هذه الحرية مع بقايا الفيروس الأول عاد للانتشار روبيدا روبيدا وأخذ مداه الواسع الآن لذلك نحن نعود قليلا للوراء ونبدأ بسبل الوقاية العامة والخاصة يعني هذا هو السبب الأساسي الواقع ربما يكون هناك تطورات في الفيروس وأخذ أشكال أخرى يعني وارد الموضوع فساعدت على انتشاره من جديد أيضا طب لكن دكتور نحن نتحدث عن تفشي سريع وواسع لفيروس كورونا في هذا التوقيت ونحن لازمنا على بعد شهرين من فصل الشتاء وانتشار الانفلونزا الموسمية كما هو معروف إلى أي مدى هذا يندر بزيادة في وطأة الوباء خلال الشهرين القادمين لا شك سيعقد الأمور يعني الجريب والانفلونزا والأمراض التنفسية الشتوية بالإضافة للكورونا لن تسهل أمور الأطباء ولا المصابين مع ذلك هناك أمل بسيط أن الوقاية الشخصية ولبس الكمامة والتباعد وغسل الأيدي ربما يقلل من الانفلونزا ويقلل من الجريب وانتشاره ربما لكن الوضع ليس سهلا الآن نعم طيب دكتور وحيد أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سنناقش موضوع ذات صلة كثيرة هي تناقضات كورونا منذ ظهوره مضى قرابة عام تضاربت فيه الدراسات وتصريحات الخبراء والمسكولين لكن الكمامة بقيت من الثوابت رغم ذلك لا يزال البحث حول العالم جار عن مدى جدوها في اليابان من جامعة توكيو جاءت الدراسة الأحدث التي أظهرت أن الكمامات يمكن أن توفر الحماية من جزيئات فيروس كورونا المنتشرة في الهواء لكنها لا توقف خطر انتقال العدوى بشكل كامل بتجربة عملية وضع الباحثون اليابانيون وجوها تمثيل داخل غرفة معزولة رأس منها مزود ببخاخ يحاكي السعال وينشر جزيئات حقيقية لفيروس كورونا وبقية الرؤوس تحاكي التنفس الطبيعي في حين يتطير الفيروس في الهواء الكمامة القطنية أو القماشية حددت من استنشاق الفيروس بنسبة 40% أما الكمامة الطبية فحدت منه بنسبة 90% وحتى عندما وضعت الكمامة الطبية بإحكام على وجه التمثال تسرب جزيئات من الفيروس عبرها فيما لم تستطع الكمامة سواء القطنية أو حتى الطبية التي وضعت على وجه التمثال المصاب من حد سوى 50% من فيروس كورونا وفي بريطانيا ما يزال الجدل قائما حول تجربة التحدي الإنساني والتي تهدف متابعة مجموعة من المتطوعين بفيروس كورونا وتطور حالتهم كانت الصحة العالمية قد شددت على ضرورة أن تتوفر لأي تجربة من هذا النوع أقصى إجراءات السلامة المطلوبة نتابع موسيقى 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 نعود للدكتور وحي دكتور يعني بعد التضارب الكبير الذي حصل خلال الفترة الماضية منذ تفشي فيروس كورونا إلى أي مدى يمكن القول اليوم أن الكمامة أثبتت أنها مهمة في الحد من انتشار جزيئات فيروس كورونا إلى الأشخاص سيدتي هذا الموضوع حصل فيه التباسات كثيرة وفي البداية خاصة قلنا أن الكمامة ليست ضرورية إلى آخره لأنه كان في نقص في الكمامات في كل مكان وكان عليها طلب كبير لكن لا شك أن طريقة العدوى حين نفهمها نعلم أن الكمامة لها دور رئيسي في الوقاية لأن هناك السعال وهناك الكلام وهناك تطاير الرذاذ من الفم أو الأنف بالعطاس وبالتالي سيكون على الأسطح التي حولنا ونلمسها بيدينا ونلمس وجهنا نلمس العين والأنف والفم ومن ثم سينتقل الفيروس بطريقين طريق التنفسي والطريق اللمس وهو الأساسي فوجود الكمامة على الوجه يمنع وصول اليد إلى العين والفم والأنف والأخره وبالتالي أيضا يحمي من وصول الرذاذات إلى المناطق التنفسية لذلك الكمامة طبعا في المخبر عندما نجرب الأشياء هذه حاجة وعندما نعيشها في الطبيعة حاجة أخرى فلذلك الأدوية مثلا جربناها في المخابر وكانت جيدة على الفيروس ولكن في الطبيعة غير جيدة لذلك لبس الكمامة أو الكمامة ليس له بديل في الوقت الحالي وغسل الأيدي مهم جدا جدا لأنه هو الذي سوف ينتقل بشكل أساسي سوف ينقل الفيروس إلى الوجه وبالتالي إلى الطرق التنفسية شكرا جزيلا على تواجدك معنا من باريس الدكتور وحيد أحمد أخصائي أمراض صدرية ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ناقش خطوات رفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الرعية للإرهاب كما شاد بومبيو خلال الاتصال الهاتفي بجهود السودان في تحسين العلاقة مع إسرائيل نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفصل واشنطن تزيد التوتر مع الصين بمبيعات أسلحة بنحو ملياري دولار لطايبان أثنى ترد على إنذار تركيا البحري شرق المتوسط بمثله واحتكاك مع أورو تريز يزكي المخاوف حرس المشاءات النفطية الليبية يؤكد للعربية عناصره جاهزون لحماية الحقول وفق خطة شاملة صنامي كورونا يشتاح أوروبا مدن كبرى تعود لحظر التجول وألمانيا تقر بوضع شديد الخطوة في ثاني مناظراتهما بايدا يسعى لأداء يعكس تقدمه وترامب يخطط لقلب مصاري السباق أهلا بكم الجديد المناظرة ثانية والأخيرة في انتخابات الرئاسات الأمريكية يراها البعض فرصة أخيرة لترامب لإعادة رسم مصاري السباق الرئاسي الأمريكي بينما يراها آخرون مناسبة جديدة لتأكيد قدراته على إحداث المفاجآت كما في سباق 2016 لكن ما الذي تغير منذ المناظرة الأولى حتى الآن؟ آخر استطلاعات الرأي الذي أجرته رويترز إبسوس أظهر أن بايدا يتقدم بفارق تسع نقاط على مستوى البلاد انخفاضا من 12 نقطة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الأول تقدم بفارق كبير في ولايتي ميشيغان وويسكنسون وهما من الولايات التي تشهد منافسة حامية بين الطرفين في المقابل يركز ترامب جدول رحلته بشكل كبير حاليا على ولايات تشمل أريزونا وفلوريدا ونورث كالورينا وبنسلفانيا حيث تظهر استطلاعات الرأي أن بها أقل فارق بينه وبين منافسه وقد يتيح له الفوز فيها الغلب بفارق طفيف في المجمع الانتخابي بشكل عام يبدو أن ترامب سيكون مجبرا أكثر منه مخيرا على تغيير استراتيجيته عن المناظرة الأولى التي كانت هجومية وربما عدائية بشكل كبير السبب القواعد الجديدة التي وضعتها لجنة المناظرات ترجمة نانسي قنقر على كل المزيد من التفاصيل حول هذه المناظرة تنضم إلينا من ناشفل مرسلة العربية ناديا بالبيسي نادي أهلا بكي نتحدث عن مدى أهمية المناظرة الثانية بين المرشحين ولماذا اعتبرت أنها فرصة أخيرة لهم أهلا بكي سيهام بالفعل هي فرصة أخيرة البعض يراها بأنها مناظرة حاسمة لأنها تعطي الناخب المتردد فرصة أخيرة للنظر إلى برنامج جو بايدن وبرنامج الرئيس الانتخابي حتى الآن ربما كان هناك تشويش كبير بالمناظرة الأولى بسبب مقاطعة الرئيس لجو بايدن التي وصلت إلى أكثر من 74 مرة وكذلك جو بايدن لرئيس بحوالي 24 مرة لذلك قررت لجنة الانتخابات أن تعطي كلا المرشحين دقيقتين لشرح القضايا الأساسية قبل قليل الرئيس ترامب ترك البيت الأبيض مع السيدة الأولى وسيأتي إلى هنا إلى جامعة بيلمنت ورائي حيث ستكون هذه المناظرة والتي ستحضرها على فكرة السيدة الأولى لأول مرة منذ إصابتها بكوفيد كوفيد سيكون أحد القضايا الأساسية التي قررت شبكة NBC كريستن ووركر هي التي ستدير هذه المناظرة الأخيرة وقررت أن تتحدث عن مواضيع مغايرة للمواضيع التي كان يريدها الرئيس ترامب كان يريد أن يركز على السياسة الخارجية يتحدث عن انتصاراته بالنسبة لهزيمة تنظيم داعش لقتل البغدادي وسليماني ومواجهة إيران لكنها قررت أن تتحدث عن كورونا ربما قضايا الأمن القومي لكن التغيير البيئي الدور القيادي إلى آخره بالنهاية على الرئيس أن يلتزم بهذه القواعد لمصلحته هذا ما يقول مستشاره في البيت الأبيض يرون بأن موضوع الاقتصاد مهم جدا وناجح بالنسبة للرئيس وهو كرت يمكن أن يسوقه لدى الناخب المتردد يمكن أن يستمر بأربع سنوات قادمة بضرائب أقل وباقتصاد أفضل وبنسبة بطالة أدنى وبالتالي على الرئيس أن يلتزم بهذه القواعد لكن البعض يرى بأن الرئيس يتصرف بعفوية يستمع إلى شخص واحد وهو دونالد ترامب نفسه وبالتالي قد يفاجئن مرة أخرى قد يلتزم لكنه بشكل عام المراقبين يعتقدون بأن الرئيس لديه هذه الطريقة ربما الصدامية بتوجيه بعض الأسئلة ومقاطعة الخصم مع أن البعض يرى بأنه لو كان للرئيس فرصة أن يعطيها لجو بايدن ربما كانت في صالحه وضد جو بايدن لأن البعض يرى بأن جو بايدن ربما غير قادر على شرح بعض السياسات المتناقدة أحياناً وبالتالي مقاطعة الرئيس له تحرم الأمريكيين من سماع برنامج جو بايدن نقطة أخيرة كما تعرفين سيهام هو أن الرئيس ترامب كان يتوجه إلى كل الولايات الحاسمة خلال أسبوع بعد تعافيه من كوفيد مثل بينسلفينيا وفلوريدا ونوث كارولانيا التي كنا فيها بالأمس في هذا المهرجان طبعاً وجو بايدن كان ملتزم في بيته يراجع هذه المناظرة هو يركز عليها بدرجة كبيرة لأنها اللحظة الأخيرة أو الفارق بين 12 يوماً تفصلنا على الانتخابات الأمريكية وبالتالي المنافسة محتدمة جو بايدن يتقدم بالإجماع على المستوى الوطني لكن الولايات التي ستقدم الفوز لبايدن أو لترامب هي ولايات متأجحة مثل بينسلفينيا وويسكونسن وأوهايو وفلوريدا ونوث كارولانا وغيرها وبالتالي الفارق بينهما ضئيل جداً لدرجة ربما 1% وهذه الولايات الثلاثة على فكرة سهام وويسكونسن وميشيغان وأيضاً فلوريدا كانت قد قدمت للرئيس ترامب الهدية التي لم تكن متوقعة وهي فوزه في انتخابات عام 2016 وبالتالي الأنظار تتجه إلى هنا إلى ناشفل الليلة لنرى كيف هو أداء الرئيس هل بالفعل سيستطيع أن يقنع الناخب المتردد حتى باللحظة الأخيرة لأنه بالنهاية ممكن أن يكون 5000 صوت أن يحرز الفارق بالنسبة له في بعض الولايات وبالتالي عليه أن يقدم نفسه كشخص مهتم بالقضايا الأساسية وعليه اليد تعد عن القضايا الثانوية وعن الشجار ومواضيع سماعها الأمريكيون وسأموا منها لأنهم يريدون بالفعل أن يسمعوا برنامج انتخابي حقيقي كل الأنظار الليلة ستكون تغطية خاصة للعربية سنتابعها معاً ستبدأ في الساعة السابعة في التوقيت المحلي وهذه المناظرة الأخيرة ستستمر على مدى ساعة ونصف بالتوقيت المحلي هنا سنكون معكم نادية من ناشفل المرسلة العربية نادية بالبيسي شكراً جزيلاً لك وفقت لجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي على توجيه استداعي لرأساء فيسبوك وتويتر للإدلاء بشهادتهم بشأن تعاملهم مع مقال في صحيفة نيويورك بوست عن نجل المرشح الديمقراطي جو بايدن حول رسائل بريد إلكتروني يفترض أنها مأخودة من جهاز كمبيوتر خاص به قال السيناتور الجمهوري جوش هاولي في تغريدة له إن موافقة اللجنة القضائية على الاستدعاء هو انتصار كبير لم يكن يبدو أنه قابل للحدوث قبل 24 ساعة فقط من الآن ونتحول الآن إلى زياد وأخبار الملاعب واللاعبين لك زياد شكراً سيهام وأهلاً بكم مشاهدين الكرام تعادل أبهى مع ضيفه الهلال بهدف لكل منهما في انطلاق الجولة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم الفريق العاصمي كان البادئ بالتسجيل عن طريق كاريو قبل نهاية الشوط الأول لهذه المباراة وفي مطلع الشوط الثاني تمكن ساعد التونسي ساعد بيقير لاعب أبهى من تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء النفذها بنجاح في شباك الحارس عبدالله المعيوف بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى أربع نقاط بينما حصل أبهى على أولى نقاطه ومن جانبه تعرض النص للخسارة الثانية على التوالي في الموسم الجديد وهذه المرة كانت أمام التعاون الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة التعاون فاز بهدف دون مقابل سجله اللاعب الكاميروني توانبا في منتصف الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى أربع نقاط بينما بقي رصيد النصر خاليا من النقاط وتتواصل غدا الجولة الثانية من الدور السعودي لكرة القدم عندما يحل ضمك ضيفا على القادسية ويسعى الصاعد الجديد إلى تحقيق أولى نقاطه في المسابقة بعد خسرته أمام الوحدة في الجولة الماضية كما خسر ضمك أمام الرائد بثلاثة إحداث مقابل هدفين في الأسبوع الأول ويستقبل الرائد ضيفه الشباب ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في البطولة بعدما تغلب الشباب على أبهى وتغلب الرائد على ضمك ويحل الباطن ضيفا على الفيصل وكان الباطن قد خسر في المباراة الأولى أمام النادي الأهلي بهدف دون مقابل فيما تعادل الفيصل مع التعاون بهدف لكل منهما كشفت رابطة دور المحترفين الجزائري لكرة القدم عن جدول مسابقة الدور للموسم الجديد والذي سينطلق في الثامن والعشرين من نوهنبر المقبل ويحل شباب أبن أزداد حمل لقب ضيفا على جمعية أمل بينما يلتقي اتحاد الجزائر مع وفاق الصيف في قمة مباراة الجولة الأولى أكدت مصادر صحفية إيطالية أن نتيجة المسحة الثانية لفيروس كورونا والتي أجرها اللاعب الورتغالي كريستيان ورونالدو لاعب يوفينتوس الإيطالية جاءت إيجابية قبل أقل من أسبوع على موعد مباراة فريقه مع برشلون الإسباني في مسابقة دور أبطال أوروبا يوم الأربع المقبل وكان رونالدو قد أصيب بالفيروس خلال وجوده مع منتخب بلاده في الثالث عشر من أكتوبر الحالي ومنذ ذلك الوقت وهو في الحجر الصحي نهاية أخبار الرياضة شكرا لكم على حسن المتابعة ومباشرة أعود إليك سيهم شكرا لزياد ونواصل نشرة المساحة اختمت اليوم فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في العاصمة السعودية رياض كانت القمة العالمية بدأت أعمالها بتوقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية مع شركات اي بي ام وعلي بابا وهواوي ذلك بهدف التدريب وإنشاء مدن ذكية وتأهيل الكوادر في هذا القطع عبد الرحمة العصيمي معه التفاصيل من هناك اتفاقيات جديدة أبرمتها القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في يومها الثاني والأخير هذه الاتفاقيات الاستراتيجية وقعت مع شركات اي بي ام وعلي بابا وهواوي بهدف تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي في السعودية وتدريب الكوادر وإنشاء مدن ذكية في السعودية هذه الشركات مع بيوت الخبرة مع الشركات مع الجامعات وغيرها هي مهمة وضرورية لعمل هذه القفزة حيث أنك تستفيد من خبراتهم في المجالات المتعددة وتقوم باستخدامها لخدمة أغراضك وخدمة الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية القمة العالمية شهدت أيضا جلسات حوارية ناقشت عددا من المواضيع أبرزها تنفيذ استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الوطنية ذات التأثير بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق عودة مستدامة للحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا وملفات أخرى الآن طلع الذكاء الاصطناعي ويسهل علينا بعض الأهداف التي يمكن أن نصلها في رؤيتنا وبإذن الله في توجيهات القيادة هو بدعم وعيدي الشباب السعودي نوصل لرؤية 2030 قبل حلول عام 2030 القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تأتي في انعقادها الأول ضمن سعي المملكة لتحقيق تطلعاتها في الرياضة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي حيث تضمنت القمة تسليط الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 عبد الرحمن العصيمي من مدينة الرياض العربية أفاد مراسل العربية بتمكن الدفاع المدني السعودي من السيطرة على أغلب الحريق الذي ظل مشتاعلا منذ البارحة في جبل غلامة بمحافظة تنومة تابعة لمنطقة عسير جنوب السعودية وتظهر الصور اشتعالات محدودة للنيران في مناطق متفرقة من الجبل الذي يتجاوز امتداده الأربعة كيلومترات بعد تمكن الدفاع المدني من السيطرة على أغلبه في ظل تخوف من هبوب الرياح الشديدة التي تساعد على توسع بقع المرآة يذكر أن الحريق اشتعل قرابة الساعة الرابعة من مساء الأربعاء وأتى على مساحات واسعة من الجبل الذي يحتوي أحرشا وأشجارا من العرهر الذي تعرف به المنطقة ولم تسجل أي إصابات بسبب هذا الحريق على كل المزيد من التفاصيل معنا مراسل عربية حسن الطالعي من محافظة تنومة تابعة لمنطقة عسير جنوب السعودية حسن أهلا بك أنقل لنا المشهد من جبل تنومة وإلى أين وصلت جهود إخماد الحريق نعم سهام يمكن القول بأنه لبما تمت السيطرة على ما نسبته ثمانين بالمئة حتى صباح اليوم كانت النسبة تصل إلى سبعين هناك دعم كبير حقيقة من قبل أفراد الدفاع المدني خصوصا الفرق الراجلة التي توزعت في أنحاء متفرقة من جبل غلامة بالإضافة إلى فرق الراجلة للدفاع المدني هناك فرق متطوعة متدربة ومتخصصة مع الدفاع المدني كل فرق ما يقرب من عشرين شخص هؤلاء مدربون بشكل على مستوى عالي جدا يستطيعوا التعامل مع مثل هذه الظروف فالآن ربما ومن خلفي تماما وفي الناحية الغربية هذا هو جبل غلامة يبدو كما نشاهد الآن بعض الاشتعالات البسيطة جدا ومتباعدة في نفس الوقت هذا من الناحية الغربية للجبل والمطلة على الطريق الرابط ما بين محافظة تنومة وأيضا محافظة النماص بشكل عام هناك ارتياح كبير حقيقة بأنه ربما لم يتبقى سوى عشرين في المائة وهذه العشرين في المائة سهام تتركز في الناحية الشرقية من هذا الجبل ما وصل إلينا من أخبار بأن هناك تمت اتفاقية ما بين الدفاع المدني وكذلك فرق داعما من قبل آرامكو مختصة بعمليات طائرات الرش تحديدا حسب ما علمت سهام بأنه عند الساعة السابعة صباحا من يوم غدا ستبدأ عمليات الرش من خلال الطائرات من قبل شركة آرامكو في محاولة للسيطرة الكاملة على النسبة المتبقية كما ذكرت لك وهي عشرين في المائة وبالتالي لا أعلم حقيقة كم يمكن يستقرق هذا الأمر بالنسبة لطائرات الرش لأن الأمر يرتبط سهام بمستوى الرياح وسرعة الرياح وبالتالي ربما يأخذ بعض الوقت وربما يكون وقت قصير هذا ما أعلنته الأرصاد الجوء العملي وسنتابع ذلك معك اتباعا خلال النشرات القادمة شكرا جزيلا على هذه الصور الحية من محافظة نومة تابعة لمنطقة عسير مراسل عربية حسن الطالعي شكرا حسن وفقت الولايات المتحدة الأمريكية على بيع معدات حربية والصواريخ متطورة إلى طايوان بقيمة مليار وثمانمائة مليون دولار حيث أعلنت الخارجية الأمريكية عن الموافقة على بيع طايوان مائة وخمسة وثلاثين صاروخ كروز دفاعي من طراز سلام إي آر الذي يصل مداه لنحو 300 كم تعد هذه المسافة أطول من مضيق طايوان الذي يفصل بينها وبين الصين تذكير بالعنوين أثناء ترد على إنذار تركيا البحري شرق المتوسط بمثله واحتكاك مع أوروتش ريس يزكي المخاوف حارس المشاءات النفطية الليبية يؤكد العربي أن عناصره جهزون لحماية الفقول وتنامي كورونا يشتح أوروبا مدن كبرى تعود لحضر تجول بهذا نصل إلى ختام نشرة المساء لليوم